عارفة يا قلب انك نفسك تعمل الرأي الفلاحي الطري بالزيت وكمان بدون رايب او زبادي وخايفة انه ينشف منك وما يكونش حلو النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة وحيكون طري زي الملبن وطعمه طحفة وما تقلقيش وكمان سواء على الطاصة ومش في فرن البتو جاز يلا ليقات كتير وشير عشان الكل يستفاد من الوصفة وما تنسوش دعواتكم الحلوة المرضانة ومرضى المسلمين نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة الكمية اللي انا هستخدمها من الدقيق اربع كبيات بيعادل خمسمية جرام هضيف عليه معلقة صغيرة من السكر وربع معلقة صغيرة من الملح هنخلط الدقيق ونيجي للسوايل انا هستخدم الحليب اللي هو اللبن ده بيكون شكله لان فيه بلدان تانية اللبن عندهم بيكون الرايب او الزبادي هضيف على الدقيق كباية متين وخمسين ملي وحشوف الدقيق هيحتاج معايا تاني ولا لا لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في السوائل بنخلط الدقيق في البداية بالمعلقة عشان ما نبهدلش الدينة وبعد كده هنخش في مرحلة العجل ولو العجينة احتاجت معايا سوائل زوديها في الوقت ده هبتجي أعجنها لمدة دقيقة او دقيقتين وحاول ما تطريش العجينة انا عايزاها اسيا شوية عشان لسه هنزود زيت فالعجينة هتطرى معانا لكن لو طرتيها من البداية وبعدين زودت الزيت العجينة هتكون طرية قوي فحنتطر ان احنا نزود دي لميت العجينة في الوقت ده هضيف ربع كباية من الزيت بعادل خمسين ملي ما تقطريش عن كده واهم مرحلة في نجاح الرؤاء هي طريقة العجل مدة ما تقلش عن عشر دقايق ولو تعبت من العجل ممكن تريح اديك من وقت للتاني واول ما بتزودي اي مادة دهنية على العجين بتحس ان هو بيتقطع معاك اعجنيها حلوة قوي هتلاقيها تلمت معاك وبقت زي العسل عاوزة تعرفي ان العجينة خدمت حلوة قوي ومش محتاجة عجني تاني لما تلاقي سطحها ناعم بالشكل ده كورت العجينة حاخدها على رخامة وديها عجنة كده بسيطة حوالي دقيقة وفي الوقت ده حابة تريحي العجينة وبعدين تقطعيها مفيش مشكلة حابة تقطعيها على طول زي ما انا هعمل وبعدين تريحيها ده برحتك انتي انا حاخد العجينة وديها فردة بسيطة واجيب المقطع وقطعها لقطع صغيرة وحاخد كل قطعة واوزنها حجم الكورة 70 جرام حلوة قوي للرؤاقة الحجم ده طبعا يرجع ليك انتي لو حابة صغاري عن كده لو ما عنديكش ميزان وعاوزة تزبطي حجم الكور هاتي الطمط ماية المتوسطة او اللمونة الكبيرة لو ما عنديكش قلبي حط الكورة على اديكي على قبضة ايديك كده وإديكي تقفل عليها مرتاحة كده الكورة هتطلع معاكي مزبوطة ولما تكوري الكور لازم تقفلي عليها من تحت كويس جدا عشان ما تعملش معانا فجوة ساعة ما نفرد الرؤاقة ويكون القلب خفيف جدا فينحرق معانا كورت الكمية كلها والنص كيلو دقيق طلع معايا 12 رؤاقة بالحجم الحلو ده على المفرش السيليكون او على الرخامة او حتى على صنية هنديها دهنة حلوة من الزيت وارص عليها الكور ودهنة بسيطة منع الوش كده زيت واغطيها بكيسة وبعد كده فوتها واسبها ترتاح حوالي نص ساعة على الاقل حابة تسيبيها ساعة او ساعتين ما فيش مشكلة ما تقلقيش هي مفاهاش خميرة وحندخل على مرحلة الفرد لما ترش ديء على الرخامة وانت بتفريدي العجينة حاولي ما تقطريش عشان العجينة ما تجيرش معايا يعني تكون كلها دقيق بعد السوى ولما تفريدي الرؤاقة لا تخليها طخينة ولا رؤياة قوي اول ما تفريديها وتحس ان الرخامة او المفرش السيليكون بدأ يظهر معاك يبقى كده كفاية قوي ما تفريديهاش اكتر من كده العجينة بسم الله ما شاء الله واقلي بيها على كل جنب شوية عشان ما تحتاجش معاك ديء كتير يعني وانت بتفريديها اول ما تحس انها مش عايزة تتفرد اقلي بيها على الوشي التاني ولو حسيت انها بتلزق من الجنبين دهنة بسيطة جدا جدا من الدقيق حاولي ما تقطريش عشان تاكل رؤاء طعمه زي العسن ولو بتعرفت رحي الرؤاء رحية قلبي هو مش بياخد معانا اي وقت واحنا بنفرد الرؤاء هقولك يا قلبي على البدائل بالنسبة للحليب ممكن تستخدمي رايب او زبادي وطبعا الرايب اساس الرؤاء لكن طبعا مش في امكاننا فممكن تستخدمي الحليب اللي هو اللبن ونيجي للزيت حابة تستخدمي سبنة مفيش مشكلة حابة تستخدمي زبدة مفيش اي مشكلة عايزة تعملي خليط ما بينهم عادي يا قلبي انا قلتلك على كل البدائل واعملي الرؤاء وما تقلقيش ولو ما عندكيش فرن غاز او فرن بتجاز انك تغبزي فيه العيش او الرؤاء سويه على الطاصة على البتجاز وما فيش اي مشكلة كل حاجة عندي بسبوسة وليها حل وحيكون طري ومش حينشف منك نهائي زي ما انتو شايفين انا كل ما بفرد رؤاءة بل ماها على نشابة او ايد مكنسة كبيرة بس تكون مخصصة للعجيد وبوريكو انها خفيفة ازاي يا دوب مبينة ادي يعني لا خفيفة اوي اوي ولا طخينة اوي اوي انا بحاول اوريكو الرؤاء عشان كده اكون ماشية معاكو خطوة بخطوة عشان تعملوا احلى رؤاءة في البيت لما بنفرد الرؤاء ما ينفعش ان انا اعمل واحدة واحدة وروح اسويها على الطاصة او في فرن البتجاز طبعا هيكون تعب علي انا بصراحة جمعا عندي خشبة كبيرة بحط عليها قماشة وكل رؤاءة بخلصها بفردها عليها بس بغطيها بكيسة لان الجو بردي دلوقتي وممكن ينشف معايا اي عجيد بفرد بصراحة الكمية كلها وبعد كده بخش اسويها برحتي على الطاصة او على البتجاز والرؤاء كل ما بيرتاح كل ما تلاقيه بيقب معاكو وبيكون زي العسل يعني ما تلاقيش لو قلت ان هيغيب معايا لاي قلبي ممكن تفريدي وتسيبيه يرتاح حوالي عشر دايق وبعد كده تسويه ندخل على مرحلة التسوية انا بجيب الصنية اللي هي بتاعة البتزا او بتاعة الفطير وقلبها على ظهرها وبولع النار النار بتكون لا هادي اوي ولا عالي اوي يعني اعلم الهدية بشوية واقل من المتوسطة بشوية اول ما تسخن الطاصة ببتدي احط الرؤاء واول ما تتشمع بقلبها على الوش التاني يعني بقلبها على كل جنب شوي حطيت الرؤاء على الصنية واول ما تتشمع معنا بالشكل ده بقلبها على الوش التاني وبضيرها لان الصنية ساعت بيكون في حروف حمية عن حروف فبديرها على كل جنب شوية زي ما انتو شايفين واكيد شايفين الرؤاء وهو بيقبي معي وبضغط عليه بالمعلاء يدوب قلبتين وكده الرؤاء استوى معان الرؤاء ما بياخدش وقت طويل في السوى هو بيستوي بسرعة يعني اول ما تحط الرؤاء على استوى بسرعة يدوب تتشمع معانا بالضبط وقلبيها على الوش التاني وكده خلاص الرؤاء استوى معاك ما تغيبهاش على الطاصة كتير كده هتنشف معاك وحتلاقيها مقرمشة تمام يا قلبي شايفين انا قلبتها على الوش التاني ازاي هبتجي قلبها كمان على الوش التاني وكده اخدت اللون اكيد طبعا على حسب النار يعني لو ما هدية النار اوي هتاخد كم مرة كده على كل جنب شوي بسم الله ما شاء الله مش شرط انها هتاخد اللون الاحمر ده يعني ممكن ما تاخدش لون احمر اوي حاجة بسيطة فخرجيه على طول طب يا بس بوسة لما بتخرجي الرؤاء من على الطاصة بعد ما يستوي بتحطيه فين بكون جاي بصانية يا قلبي وحط عليها قماشة وبرص الرؤاء فوق بعضه وبغطيه بالقماشة يعني كل رؤاء باخدها من على الطاصة بحطها على التانية وبغطيها بقماشة انتو عارفين ان الجو بردي دلوقتي واي حاجة تنشف معانا ولو حطتيها في كيسة الكيسة هتعرق معاك مياه يبقى كده الرؤاء هيبقى ايه؟ هيبقى مياه كده معانا يبقى في الوقتي ده ممكن تغطي الكيسة فوق القماشة وبكده عملنا الرؤاء على الطاصة بسم الله ما شاء الله انا بحبي توريكو كل المراحل مرحلة التسوية ومرحلة العجن ومرحلة الفرد كمية الرؤاء بعد ما سويناه بسم الله ما شاء الله حبي توريه لكو هو في قلب الصانية وزي ما انا قلتلكو انا بغطيه ازاي؟ طاري زي الملبن ولا نشف معانا ولا اي حاجة الرؤاء ده عشان جاني سؤال قبل كده على الرؤاء التاني اللي عملته باللبن الرايب هل ده ينفع يا بسبوسة نعمله صانية رؤاء باللحمة؟ لا يا قلبي ده بيتاكل زي العيش الرؤاء الناشف هو اللي بنعمل منه صانية الرؤاء باللحمة الرؤاء بعد ما سبته برد تماما حبيت اوريه لكو انه هو لسه طري جدا وما نشفش معانا ولا اي حاجة ورصيته على الصانية بالشكل ده وحبيت ان انا اوريه لكو بسم الله ما شاء الله طب يا بسبوسة لو انا عايزة اعمل كمية واشيلها في الفريزة اول ما تخرجيه من الفرن او الصانية وتسبيه يهدى شوية بس من السخنية وبعد كده تقسميهم على قد احتياجك وتليفه في اكياس وتحطيه في الفريزة وتخرجيه من بالليل وحيكون الصبح طري زي الملبن اتمنى يكون الفيديو خفيفة على قلبكو النهاردة ومن النهاردة تقدر تعملي الرؤاء الفلاح الطري باي مادة دهنية متوفرة في قلبي بيتك ما تنسوش تحطوا لايقات كتير وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد من الوصفة ودعواتكم الحلوة لمرضانة ومرضى المسلمين ودعوة حلوة من قلبكو البسبوسة واشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصل لكو اشعارات بالوصفات الجديدة دمتم في حفظ اللي ورعايته